تعديلات في الشقين السياسي والعسكري من اتفاق الرياض هذا ما كشف عنه نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي الذي تفاوض حول الاتفاق ضمن الفريق الحكومي ووقع عليه نيابة عن الحكومة الشرعية التعديلات التي وصفها الخنبشي بالبسيطة اعتبرها ضرورية لحل المسائل الأمنية والعسكرية التي تسبق تشكير الحكومة كلام يفهم منه أن تعويماً قد حدث في الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق عبر محظر الاتفاق الجديد ومصفوفته على نحو يسمح بإنجاز الاستحقاقات السياسية المتضمنة في هذا الاتفاق تحت الصطوة الأمنية والعسكرية للمتمردين تطور عمق من الشكوك حيال الاتفاق وتعديلاته ومن إمكانية أن يدرج كسابقيه في خانة الاتفاقات المبرمى ضمن المسار الطويل للأزمة والحرب ولم تفعل أكثر من تثبيت المصالح الطارئة للإنقلابيين والمتمردين الرجل الثاني في الحكومة الذي شك بالأمس من عجز الحكومة عن إيواء طائراتها في مطارات يمنية قلل من أهمية التحذيرات بشأن انهيار محتمل لاتفاق الرياض واعتبر التقيد بالمدى الزمني غير مهم بقدر تنفيذ بنود الاتفاق بشكل أمثل حتى لا يخلق مشاكل أو عراقيل جديدة بين الطرفين في المستقبل رسم الخنبشي من مقر إقامته في الرياض صورة مثالية للوضع الأمني الراهن في العاصمة السياسية المؤقتة قائلا إن كل شيء يسير بشكل طبيعي ولا توجد إشكاليات في عدن التي تتواجد فيها قوات أمنية تابعة للانتقال وبعد الاتفاق على الترتيبات سيتم تشكيل قوة أمنية مشتركة لحفظ الأمن في عدن وفقا للخنبشي المسؤول نفسه أعطى مبررا لعدم تمكن قوات الحماية الرئاسية من الدخول إلى عدن حتى الآن واعتبر أن ذلك يأتي في إطار الترتيبات العسكرية والأمنية التي لابد من الاتفاق عليها في وقت كان اتفاق الرياض قد نص على عودة هذه القوات قبل إجراء التعيينات في المناصب السياسية والعسكرية وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية المصغرة وفي سياق متصل زار العاصمة السياسية المؤقتة وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي ضم رئيس بعثة الاتحاد لدى اليمن ونائبه وسفيري فرنسا والسويد في إطار ما اعتبره هؤلاء الدبلوماسيون دعما لجهود الحكومة ولنقل رسالة بأن المجتمع الدولي يراقب الأوضاع عن قرب ويحرص على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والسلام الشامل في اليمن